أكد رياضيون أن دوري الكرة بموسمه الحال يعد ناجحا فنيا وتنظيميا مع توقعات بأن تتويج باللقب قد لا يحسن إلا في الأدوار الأخيرة للمسابقة عدي حاتما دوري الكرة هو المعيار الأهم لمستوى كرة القدم بل هو أم المسابقات وأبرزها ومر دورينا بتقلبات عديدة عبر مواسمه السابقة لكنه اليوم يبدو بصورة أفضل بكثير مما كان عليه إذ أجمع الرأي على نجاح التنظيم فضا عن غياب ملامح البطل بوجود المنافسة الشديدة بل أن هناك ما يرجح عدم حسم اللقب إلا في المحطة الأخيرة من المسابقة أنا أشوف اليوم دوري هاي السنة دوري مميز نشوف التنافسة الأربعة فرق التنافسة التنافسة شوف أنا قوي يعني الفرق كلها قريبة حتى الفرق يعني جو الأربعة هم بعد عداء حضور لأن لحد الآن إحنا نعبين بعد كل فريق العبية 13 مباراة أقول لحد الآن حتى الفرق الهابطة الفرق بالأخير هم بعد تنافسة أنا شوف الدوري بشكل عام هذا الموسم شوفه موسم جيد التنظيم كان جيد لأن كل أربعة يام نلعب صح صار نتيجين منتخبات بس أنا شوفه أحسن المواسم السابقة تقول لي ملامح الدوري يعني ملامح البطل الدوري لحدها من بينه يعني دوره صعوب أتوقع أن هذا الدوري ما ينحسم إلا آخر مباراة تأكيدات النجاح التنظيمي والفني لم يغب عنها المطالبة بالتثبيت روزنامة وجدولة لمواعيد المباريات سيما بوجود ملاعب مؤهلة وفرص متاحة للعب لذا جاءت أصوات المطالبة بوضع آلية ومواعيد ثابتة لا يمكن التلاعب بها بعد أن تحدد وفق دراسة العطل والظروف المفاجئة نتحد مشكورين على الجهد اللي بذلوه خلال فترة السابقة بس هي مشكلة التأجيلات ومشكلة التوقيتات الصعبة اللي دنمر بيها يمكننا دورينا من أطول دوريات العالم فأنتمنى الفترة المقبلة هو يعني الحمد لله سنة بعد السنة دي الأخطاء دي صححون الأخطاء السابقة اللي وقعوا بيها فأنتمنى إن شاء الله الفترة المقبلة أن يخلوه الرزنامة معينة بدون تأجيلات يخلوه تواقية محددة بدون محد ما يتلاعب بيها نتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع في سبيل خدمة الكرة العراقية الكل يعرف أن الدوري يعني يمر بمرحلة تطور يعني والحمد لله أكو قنوات ناقلة ملاعب صارت عندنا أكثر من ملعب يعني يقدر نقيم المباراة بالليل فإن شاء الله يعني نطمح أن يتطور بعد أكثر وأكثر وأهم شيء أهم شيء أريد المواعد تكون ثابتة من مواعد المباريات وبدون تأجيلات لأنهي هذا الشيء الوحيد الذي يعنينا منه هذا الموسم هو التأجيلات والتوقفات للدوري فإن شاء الله أريد مواعد ثابتة وهذا الذي يرى ينقص دورينا وإن شاء الله يكون من أقل الدوريات بالمنطقة دوري اليوم بني على معالجة أخطاء وهنات دوري الأمس لذا لا بد يكون دوري غدا مكملا لنجاح ومعذدا للقائمين على المسابقة لينعكس ذلك على أداء المنتخبات الوطنية والفرق المحلية عند التمثيل الخارجي أدي حاتم العراقية الرياضية